ورجعنا لكم الخبير استراتيجي ألواء دكتور أحمد تلوشي هنتكلم على موضوع مهم جدا يا جماعة ليه ميتينياه جنة جنونه الآن وبيلطش وبيخبط في الحلل وآخرها تهديد مصر واتهامها اتقامات جزافية هو يعلم أنها كاسب في كاسب ولكنه أراد أن يشعلي الفتنة والصراع بينه وبين مصر أراد أن يضع بعض العراقيل لمصر حتى لا تجتمع السلام أراد بما فعله أن يغطي على مصايبه جا ودرسنا وحللنا الحرب في عام حلاقي الحرب دي كسرت شوكة الجيش الإسرائيلي كسرتها لأول حاجة اتنين أظهرت ضعف هذا الجيش وهوز اللي أعزاله ثلاثة أظهرت أن نيتنياهو فانجربه آه الكلام حيعمله ولم يحقق منه حاجة أربعة بدأت تظهر خسائر في الجيش الإسرائيلي ومالت القبور وكمان جرح مالت المستشفى وده أثر على الرأي العام الإسرائيلي مصر في سلام معاه وهي التي تسعى لوقف إطلاق النار بقوة وبجدية وبإصرار هو عايز يبعد مصر عن هذا الدور يبدأ يوجه اتهمات كاذبة وهو أول من يعرف أنها كاذبة على أن مصر تساعد قطاع غزة عسكريا وماديا وكمان اقتصاديا من خلال أنفاء مغلقة ومغرقة بالمئرانيات بوسط مصر ومفتوحة من ناحية غزة ممكن لما دخل غزة شافة بس هو يعلم أنها تم تدمرها من سنين في مصر وأنها كانت مصدر قلق وإرهاب لمصر وتم التخلص منها ولكنه أراد أن يقحم مصر أمام العالم ويجنبها العمل في السلام مصر تعلم نواياه طب ليه نتنياهو بيعمل كده؟ لأن نتنياهو لم يحقق أي مصر وزم في جميع معاركه انكسر جناحه جيشه طلع نمر على ورق مالوش قدرات لأنه إيه؟ لأنه كان مندافعا في الحرب دخل عش الدبابير بإيديه راجل دخل حرب المباني وهي تشبه عش الدبابير ولدغات النحل فاللدغ بما فيه الكفاية والمدة عام بيحصل له لدغات النحل ديه فكانت مؤثرة في جزده الراجل خلاص ويرم من المقاومة الراجل مش عارف يلاقيها منين ولا منين من المقاومة فبدأ يلطش ويخبط في الحلل ويتهم مصر ويبدأ يفقد حتى أمريكا يضغط على أمريكا ويضغط على الانتخابات الموجودة بأنهم يساعدوه رغم خطأه ويستمروا في مساعدته رغم خسائره وأن يعودوا خسائره ماديا واقتصاديا وعسكريا رغم أنفهم ويستغل لذلك بوصلة اللوب الصهيوني واللوب اليهودي للضغط على الانتخابات الأمريكية يبقى نتنياهو خلاصة القول إيه نتنياهو خسر الجلد والساط نتنياهو خسر كمان حاجة تانية نتنياهو خلق جيل متناوي متنامي من أربع سنين لغاية السنة مية والسبعين دلوقتي كلهم بيكرهوا إسرائيل دلوقتي لأن نتنياهو يقوم بالقتل العمد وعرب الإبادة لشعب مصري شعب عربي اسمه فلسطين بعدما كان البدأت الناس تقترب من إسرائيل ويحصل تطبيح تلقائي وكان هتصل إلى تعايش السلم معها هو خلق جوه من العداة والقر سيظل لمدة سنين يبقى نتنياهو ده كسب إيه خسر كل حاجة خسر حتى التقارب العربي نحتهم خسر ود العرب نحته بل حولوا إلى قره شديد ورغبة في الانتقام من شخص يملك القوة الغاشمة وينفزها في إبادة شعب كامل كمان خسرته في معاركه كلها دي خسارة كمان كذبوا على شعبه وعدهم بشيء ولم ينفزه حتى الآن إذا نتنياهو ما يسعى إليه الآن هو الحفاظ على نفس وسلطته لأنه لو رجع بلده بمعنى البلد كده حيشرحوه حيقطعوه حيحكموه على كذا جناية جناية سبع اكتوبر وإهمال المقابرات وإهمال الجيش وفوضى الجيش حيحزبوه على خساره في كل معارك العام اللي فات حيحزبوه على أنه هو خسر جنوده ومعدات باندفاعه حيحزبوه على دخول غزة وتعرضه لعش الضبابير الذي زاد من خسائره اليومية حيحزبوه على جنوده اللي عاشوا فروعه داخل سجن كبير في غزة وسجن صغير داخل دبابته لأنه لو طلع رأسه حيموت كل ده حيتحاسب علي نتنياهو وقادة العسكريين ولما جوم يبدأوا الحساب نتنياهو رامى اللعبة على العسكريين قال لك أنا مالك جيش اللي كان بيعمل كده أنا قلت له حالة بس إذا نتنياهو يتملص حتى مما وعد به أو أمر به داخل جيشه ده شخصيا النهاردة لما تشوفوه تحسوا أنه متوتر جدا أنه مضروب نفسيا جدا أنه عنده حالة من الجنون وغير الطبيعي في تصرفاته وبالتالي ممكن يحدث منه ما لا تحمد عقبة النوع اللي زي ده عندما يرى أنه خاسر لكل شيء وأنه بينتهي بالتدريك وأنه نهاياته قربت ممكن حتى يحمي نفسه لأنه بيحب نفسه جدا أنه يدمر كل من حوله يعني يدخل حرب مع مصر ويدخل حرب مع لبنان ويعمل حرب تعتبر نقوله كده إقليمية هذه الحرب تستمر سنين حتى يعيش هو دون أن يحاسب أو يزجل ما يحدث بالنتينية هو مش غريب ما يحدث بالنتينية هو انعكاس لهزمته انعكاس لخسيره انعكاس لانقلاب الرأي العام عليه في بلده انعكاس لظهور نواياه الحقيقية تجاه مصر وده جاه معهد السلام الراجل ده كسر معهد السلام لما دخل محور في لديرفيا الراجل ده استصميمه على استمرار في محور في لديرفيا استمرار لعداء مصر ومصر بيينته العين الحمرة وأجلت وصول السفير بتاعه وعمل إعاقة دبلوماسية للاستمرار الدبلوماسية بينه بينه وبدأت مصر يتجنبه وتجنب بلده وبالتالي الشعب الإسرائيلي حس لأنه يعرف أن مصر دولة صادقة في السلام وأن لها خمسين سنة محترمة عهدها وأن الذي نقض العهد هو نتنياهو وأن العداء بدأ من إسرائيل ومش من مصر وأن نتنياهو هو الذي أراد أن يدمر كل شيء حتى يعيشه لتنياهو أراد أن يشغل الرأي العام الإسرائيلي في عداء بينه من مصر كقوة عظمى كبرى في المنطقة وهو يعلم جيداً أنه إذا قابل جيش مصر ستكون نهايته ونهاية جيشه ونهاية بلده هو ياسف في ذلك ويعلم في ذلك لأن مصر لا تعتدي على أحد ولكنها إذا قامت بالدفاع عن نفسها سيكون دفاع إيجابي وسيكون نتيجة تدمير الكيام ده كله تدميره تدميره كاميراً مصر إذا وقع عليها الهجوم أو حدث عليها أي اعتداء سيكون ردها عنه وهذا يعلمه نتنياهو لذلك ما ذكرها نتنياهو هو عبارة عن تنفيس عن فشله وغضبه وانهياره نفسياً وانهياره معنوياً وانهيار جيشه وانقلاب الرأي العام عليه إذا نتنياهو سقط في كل شيء سقط سياسياً وسقط عسكرياً وسقط نفسياً وسقط كسمعة له ولحزبه يبقى اللي نتنياهو ما لا يحمد عقبه احذروا هذا الرجل المجرم الحرم أن يأتي بعملاً مفاجئاً ضد أي دولة عربية ومنها مصر فيجب أن نأخذ الحيطة والحذر هو كان عايز يعتدي يزيد تحتداءه على مصر لو لا وقفة الجيش المصري واستعداده جواسينا عادته للوراء كزميل رجعته الوراء العين الحمرى المصرية خلت نتنياهو يفوق ويبدأ يهدى ويثبت وإلا كان نتيجة استمراره ستكون نهايته ونهاية جيشه وبلده هذا ما أردت التأكيد عليه وأردت أن أؤكد أن نتنياهو يفعل ذلك لأنه فقد الأمل وفقد السلطة وفقد المصداقية أمام شعبه